يعتبر السلطان محمد الفاتح من أهم السلاطين العثمانيين والذي حدث في أهده حدثا مهما جدا وهو فتح القسطنطينية ولد السلطان محمد في سراي أدرنا في عام 1429 ميلاديا والموافق 833 هجريا والدته هي خديجة حليمة هانم خاتون ويختلف المؤرخون عن أصولها فكان يطلق عليها خاتون بنت عبد الله وكان اسم عبد الله يطلق آنذاك على معتنقي الإسلام الجدة وهذا ما يعطي إشارة إلى أن والدة السلطان محمد ترجع أصولها إلى أسرة غير مسلمة حيث يذهب بعض المؤرخون إلى أن أصول والدة محمد يرجع إلى أصول صربية الأصل يستندون بذلك إلى تعلم السلطان محمد اللغة الصربية وكانت والدة السلطان محمد الزوجة الرابعة للسلطان مراد الثاني كذب المؤرخون الكثير من الصفات المميزة التي امتازت به شخصية محمد الفاتح حيث تم وصفه بأنه كان متوسط القامة مفتول العضلات قمحي اللون شديد الذكاء وكان كثير الإطلاع محبا للأدب والشعر والموسيقى ويتكلم أيضا عدة لغات فبالإضافة إلى لغته الأم اللغة العثمانية يتكلم بجانبها اللغة الفارسية واللغة العربية ويفهم اللغة الإيطالية وكان كثير القراءة والإطلاع على الجوانب المختلفة من الناحية العسكرية خصوصا كيفية صناعة السفن الحربية والمدافع وإنه كان مهتما جدا بدراسة الخرائط فقد قيل بأنه كان يجلس ويتأمل ولفترة طويلة كيفية رسم الخرائط ومن هذا بنيت له الفكر الاستراتيجي والتي قد استفاد منها في إدارته وسياسته وتنسيقه للمعارك العسكرية وكان متأثرا جدا بشخصية الإسكندر المقدوني حاول والده مراد الثاني التركيز على تربية ونشأة الفتى محمد تربية صالحة فمنذ بداية صغره كان محمد ذو طابع متمرد بعض الشيء وكان غير ذو اهتمام بالإنصياع لمدرسيه أو التوجه نحو الدراسة لذلك حاول مراد الثاني أن يكون شديدا على هذا الصبي ووجد له مجموعة من المربين والعلماء الصالحين من أجل التربية والتنشئة السليمة لذلك الصبي وكان من ضمن العلماء الصالحين الذين اختارهم السلطان مراد لابنه الشيخ أحمد بن إسماعيل ابن عثمان الكوراني ذو الأصول الكردية والذي كان لديه ميزة إضافة إلى امتلاكه للعلم الواسع فقد كان غليظا على الملوك والأمراء من أجل ذلك فقد كلفه مراد الثاني من أجل متابعة ومراقبة ابنه على أن يكون شديدا عليه حتى لو اضطر إلى استخدام العصى وختم محمد القرآن الكريم حفظا على يد معلمه في مدة قصيرة حيث كان عمره ثمانية أعوام فقط ثم كلف بعد ذلك السلطان مراد العالم الجليل شمس الدين محمد ابن حمزة الدمشقي الملقب آق شمس الدين فاشترك مع المعلم الكوراني في تربية وتهذيب وتعليم الصبي محمد ولقد كان للعالم آق شمس الدين دورا كبيرا في حياة السلطان محمد حيث غرس في نفس وأفكار الصبي محمد بأنه ذلك الأمير المجاهد المقصود بالحديث النبوي الشريف لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش فكان هذا الحديث دائم التذكير من قبل هذا العالم الجليل للسلطان محمد حيث يذكره بأن هذا الحديث ينطبق عليك فأنت يا محمد هذا الأمير الموعود الذي سوف يكون له ذلك الجيش الذي سوف يفتح بها القسطنطينية ووالد السلطان محمد هو السلطان مراد الثاني والذي يعتبر من أهم السلاطين في الدولة العثمانية وهو سادس السلاطين من آل عثمان وأول من قلد سيف عثمان الغازي عند بيعته وقد امتاز أهد هذا السلطان بسياسة مسايسة الأعداء كلما كان بوسعه ذلك ورغم ذلك فقد كان هذا السلطان مغرما بالفتوحات وكان ذا حزم وعزم وكانت لديه الكثير من المعارك مع الدولة البيزنطينية والامبراطوريات الأوروبية وفي أهده استطاع هذا السلطان التوسع في منطقة آسيا الصغرى أو ما تسمى بالأناظول وكانت لديه امتدادات كثيرة في منطقة البلقان في الجزء الجنوبي من قارة أوروبا فكانت لديه جولات كثيرة من الحروب في تلك المنطقة وانتصارات كثيرة منها معركة وورنا ومعركة قصوة ولكن كانت لديه أيضا بعض الانتكاسات بعد مواجهته للتحالفات الأوروبية بقيادة القائد المجري يوحنى هونيادي وكان من المتوقع أن تتوجه تلك القوى الأوروبية نحو العاصمة العثمانية أدرنة في الشمال الغربي من الجزء الأوروبي بالقرب من الحدود البولغارية واليونانية ولكن الزحف الأوروبي نحو أدرنة قد توقف ولأسباب عديدة منها صعوبة تجاوز الطرق في فصل الشتاء وأيضا خوفا من التربص من قبل القوات العثمانية في حال الدخول القوات الأوروبية داخل الحدود الأثمانية فحصلت بعد ذلك هدنة سلمية بين مراد الثاني والإمبراطوريات الأوروبية وحصل ذلك الصلح في مدينة سيكدين وهي أحدى المدن المجرية وواجه أيضا السلطان مراد تمردات كثيرة في داخل الأراضي الأناظولية منها التمرد الذي قام به إبراهيم بيك القرماني بعد إنشاء خبر انكسار الجيش العثماني أمام الجيش المجري فقام إبراهيم القرماني في الدعوة من أجل الانفصال عن الدولة العثمانية والتوسع وقام أيضا بدخوله بحلف مع القوى المسيحية ضد الدولة العثمانية وكان هناك تمرد من قبل الإسكندر بيك الحاكم الأرنعوطي لمنطقة ما تطلق حاليا بألبانيا في بلاد البلقان لأن مراد الثاني واجه ذلك التمرد بالقوى العسكرية وكانت هذه التوترات والانقلابات والتهديدات العسكرية قد جعلت حالة من التوتر في نفس السلطان مراد الثاني إضافة إلى وفاة ولي أهده ابنه الكبير على الدين والذي يكبر الأمير محمد بسبعة سنوات فكان ذلك الأمر عاملا مؤثرا في نفسية السلطان مراد فرأى الاعتزال وترك مقاليد السلطة والحكم لابنه الفتى البالغ من العمر الرابعة عشر والذي سوف يكون له دورا عظيما في تاريخ ومجريات الإمبراطورية العثمانية ترجمة نانسي قنقر